الخبر الأول اللي عادنا عن تهكير قناتي الثاني واللي هي مملكة القصص الثنين في واحدة من البنات اللي لأسف وثقنا بها أنا طارق الباشا واللي تينا يدعم حسابها باللين انستجرام كصفحة أخبار ولكن لأسف سرقت قناتي الثانية وبنسب الوقت صارت تزبيها بقاطع الناس فضيحة قنات مملكة القصص من هذا الكلام ورغم أني واثق من نفسي أنه ماكو أي شيء عليّ ولكني صارت تتهمني أساسية حبيبتي الرغم لأساس ماكو شي شيء صارت تقول لأكو فضايح عليّ مرحبا أنا اسمي سارع لو أفضح شخص كلكونا بتعرفوه اسمه فهد الزين للأسف أنا كنت حبيبتي السابقة وعمل معي شغلات لو أنتو بتعرفوها حتبزقوا بنص وجه خلال 24 ساعة يا فهد إذا ما بتطلع وبتعتذر مني وتبوصر ميتة طبعا يا حبايب هاي شخص المتفقه ويا مايت جمال طبعا عرفنا هذا الشيء وطارق الباشا نزل المقطع على القناة باليوتيوب وفضح به القصة بالكامل اللي كنت شاهد الحقيقة بالكامل مع الإثباتات طبعا رحطكم الرابط بالوصف رحشوفوا المقطع عن طارق الباشا عامل تعرفون القصة بالكامل وأتمنى بعد ما حد يطلون عندي نارد على هذا الموضوع وكتبنا يا حبايب بالكومنتاج وشوريكم بذلك الخبر الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر فهو اليوتيوبر اللي عدنا هما أنس وأصاله فأنس وصال لننزلوا هذا المقطع على قناتهم باليوتيوب وهذا المقطع اللي لنوا من خلال لأنه رح ينزلون أغنية وبمناسبة تعيد الأوم مثل ما قلت آني طبعا رح تنزل باشر الساعب الأربعة لحطوكم البرومو شوفوا أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو محمود طبنجا فطبنجا نزعل لغسبة بالإنستجرام شوي تستوريات أنا ما خلال لنو رح ينزل المقطع باشر الساعب الأربعة وحط بي لبرومو من المقطع رح تقوم ياشوفوا يا نسان سكا يا حبابي هالبنت الحضيفة موسيقى فقدموا يا حبابي بالكومنتات المقطع من المتحبسين أكثر وجامل المتحبسين الأغنية الخبر الثالث اللي عادنا عن ويسام تيكت وقصف البيسان فويسام تيكت نزعل لسبب الإنستجرام شوي تستوريات ولي كانت بيقوم بويسام تيكت قادة تقرأ تعليها وهذا التالي قاعد يقول إنهم الأبقين للبعض فبيسان شعبها عليها فاشوفوا ردة وسام واشتنسقوا صفها يا خي مريانا وبيسام بتجننوا سلاميلي خالق الله يسلمك ما عم تقرأ تعليق؟ لا الله يسلمك لك لا شكرا كتير عم تقرأ تعليق انت ما أحد يحكم معي بس انت ما أحد يحكم معك ما بصير الواحد يقرأ تعليق كمان الخبر الرعب اللي عادنا عن عمر الكيلاني وخروجه من فريق ويسام تيكت فويسام تيكت نزعلها سبب الإنستجرام شوي تستوريات والإعلم خلالها عن خروج عمر الكيلاني بالنسبة خصري سيزئ بياسو وعفراء انه عمر كيلان لما طلع من فريق ما صاري تويت بيتش ولا صاري استعطف مثل مصاروية خصة عفراء وخصة ياسمين راتكم ليسؤالات شوفوها من فترة حكيت لكم انه في حدا طلع من فريقنا تعالوا نحكي عن هذا الموضوع بس بعد ما نشوف الرياكشن تبعوا لانه الرياكشن تبعوا على طلعتهم من الفريق كانت صراحة على غير العادة بالعادة لما حد يطلع من فريقنا مو هيك بتكون رهولية الفعل ابتنزل 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 يا شماعة اشتركوا بالخناة ابتنزل اشتركوا اعملوا اللايك الناس اللي طلعوا قبلي من فريق فنابوري عملوا هيك تركوني تركوني عملوني لايك وطلع واحد كتير كتير بشع يا الله وكيكم شو بشعك عملوا شعر والله ما عارف اضحك على هاد السكتش اللي هو عامله ولا ازعل على طلعته من فريقنا بس بحبيت اتمناله بالتوفيق لعمر بطلعته من الفريق وحبيت اكد انه هاد الشي كان قراره هو ونحنا احترمنا على الشي وطبعا هاد الشي ما بيعني انه نحنا ما حنشتغل مع بعض او انه مستحيل تشوفونا في فيديو او بعمل واحد مع بعض لا نحنا مرحبين بالفكرة وبالاهم نحنا كل لياتنا انا وكل الفريق لساتنا اصدقاء وكتير معهم وعد لهم بشغل من صنات المقطع حبايب لا تنسوا المقطع طارق الباشر عم تكشفون القصة بالكامل وبس جانا لكم فيديو مختلف من القصص ومع السلامة